وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكي بن موسى يؤكد وجود إرادة مشتركة وجو إيجابي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية للتوصل إلى اتفاق بشأن النظام الأساسي الجديد في الأيام القليلة المقبلة الهدف عنا هو نشتغل هذا يتم لقاء عود يوم قد هذا يتم لقاء يوم هذه الأيام القليلة المقبلة باش نحاولوا نخرجوا باتفاق وهناك إرادة مشتركة باش واحد الجو اللي ممكننا نعتبره جو إيجابي باش يتم الاتفاق في هذه الأيام القليلة المقبلة من جانبهم أبرز ممثلون نقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الأجواء الإيجابية التي مر فيها الاجتماع اجتماع تناول حيثيات تعديل النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة تكلمنا على الملفات العالقة غادي يكون اجتماعات يعني اليوم السبت يوم الأحد لتعديل نهائي لهذا النظام الأساسي والبت النهائي في كل الملفات العالقة اللي عندها واحد الانباكت فينوصي عدنا طرح مجموعة من الملفات ذات الأطر المالي واللي مرتبطة كذلك بتعديل للنظام الأساسي السيدة التانية والتأهيلي التدائي الإعدادي العمل في المناطق النائية الأطر المشتركة ومن بينهم طبعا المساعدين الإدارين والمساعدين التقنيين كانت فرصة من أجل أن نواصل التفكير الجماعي من أجل الحلول الناجعة لكل المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم اتفاق على منهجية وتصور للعمل المشترك من أجل الحل باقي البلود للنظام الأساسي ليكون في مستوى تطلعات نساء ورجال التعليم هذا الاجتماع عقد بعد التحاق الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية